شهد وزير الاتصالات عمري طلعت توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وإحدى شركات التمويل الاستهلاكي للتوسع في استثماراتها وحجم أعمالها في مصر وبموجب هذه المذكرة سوف تقوم الشركة بالتوسع في حجم أعمالها بمصر وزيادة صادراتها من خدمات البرمجيات وتوفير فرص عمل إضافية لأكثر من 850 مهندسا في مصر موجهة نحو تصدير برمجيات لعملائها في الخارج كما تنص مذكرة تفاهم على أن تتعاون إتيدا والشركة في بناء قدرات الكوادر من خلال توفير تدريب متخصص في مجال البرمجيات والألكترونيات